النهاردة عاوزين نتكلم شوية مع بعض عن نجاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال54 يا رب تكون حلقات المعرض عجبتكم والحقيقة أنا عاوزة أقول لكم إن بوابات المعرض كانت يعني شهدت إقبال جماهيري غير مسبوق على مدار أسبوعين المعرض الإقبال كان كبير جدا وصل العدد يمكن الزائرين لـ 3.600.000 زائر كمان عايز أقول لكم إنه الهيئة العامة للكتاب حققت رقم مفاجئ لعدد النسخ اللي باعتها الحقيقة السنة دي في المعرض وصلت لحوالي 200.000 نسخة وده لأن الأسر المصرية والجمهور المصري كان حريص على التواجد في الحدث استقافي المهم اللي بنستناه من السنة للسنة معرض القاهرة الدولي للكتاب السنة دي كان بيشهد نجاح غير مسبوق المصريين كلهم قرروا إن هم يغدوا ولدهم ويقضوا يوم من أحلى أيام حياتهم وإن هم يستمتعوا بالفعاليات الثقافية والفنية والأدبية اللي قدمها المعرض الحقيقة إنه كان فيه أنشطة كتيرة جدا في منها ندوات ثقافية ضمن لقاءات طبعا مع مبدعين ومع كتاب ومع مفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وكمان علامية وعايز أقول لكم كمان إنه كان فيه حفلات توقيع لكبار الكتاب اللي كلكم بتحبوهم وده حقيقي كان بجد مشهد حضاري بجد كنا متشرفين بالجمهور المصري وبالزائر المصري اللي كان حريص على إنه يكون متواجد في المعرض عايز أقول لكم إنه كان بيشارك السنة دي حوالي 1047 ناشر مصري وعربي وكمان أجنبي من 53 دولة مختلفة بغير كمان الدول اللي كانت لأول مرة بتشارك في المعرض حقيقي كان فيه يعني صحوة ثقافية بتحصل في معرض القاهرة الدولي للكتاب السنة دي في دورته الأربعة وخمسين وده إندل فبيدل على ريادة مصر ثقافيا والحقيقة خلينا نقول إنه كل الناس وكل الكلام اللي كان بيطلع إنه المصريين ما لهمش في القراية أصل المصريين شعبي مش مثقف أصل المصريين ما بيقروش أعتقد إنه المصريين ردوا وأعتقد إنه معرض القاهرة الدولي للكتاب رد على كم الوعي وكم الثقافة وكم الاهتمام اللي بتقدموا الأسر المصرية لولادها وقد إيه هم كانوا حرسين إن الولاد تكون موجودة معاهم في المعرض وإن العيلة كلها تبقى موجودة في ظل أزمة اقتصادية عالمية بتهدد العالم كله إنما الحقيقة كمان خلينا نقول إنه كان فيه تسهيلات متقدمة بشكل كبير جدا وده اللي حفز وساعد وخلى الجمهور المصري ينزل وهو متطمن وده يخلينا نعرف أهمية الثقافة بالنسبة للشعب المصري والحقيقة وأنا بعمل حلقات المعرض من هناك بجد كنت مبسوطة جدا وأنا شايفة بعيني الإقبال الملحوظ من فئة الشباب والمراهقين بالذات ويمكن دول أكتر فئة فرحني وجودهم لأنه حسيت قد إيه إنه الإراية أو القراءة بجد من اهتمامات ولادنا كل واحد بيقرأ العالمزاجه كل واحد بيختار اللي ينسبه كل واحد بيدور على اللي بيحبه مش مهم بيقرأ إيه المهم إنه بيقرأ المهم إنه هو مهتم إنه يكون في إيده كتاب وكلام اللي كان بيتقال إنه سوشال ميديا دايما أخدت الولاد وخلاص خطفت الولاد من الإراية وإنه التحديات اللي كان بيواجهها الكتاب المطبوع من الكتب الإلكترونية ومن المنصات اللي بتسوق للكتب أونلاين خليني أقول لكم إنه الحقيقة إحنا اتشفنا السنة دي إن التكنولوجيا بتساعد الكتاب الورقي وإنه الكتاب الورقي بقى بيساعد وبيساهم بطريقة متطورة في تطوير العقل وفي تنوير الولاد والشباب والأهالي والأسر بشأشكال مختلفة خليني أقول لكم كمان إنه الحقيقة الهيئة كانت عاملة مجهود كبير جدا وكانت الهيئة قدام تحدي ومسئولية كبيرة جدا علشان تقدر تحافظ على النجاح ده في المستوى ده في ظل التحديات دي الدورة اللي جاية دورة هتكون صعبة جدا لإنها مش بس لازم تحافظ على النجاح لا ده لازم تنجح أكتر وتحقق نجاح أكتر والحقيقة إنه النجاح اللي تحقق السنة دي يمكن كان غير مسبوك وغير مشهود زي ما قلت الحضرات ترجمة نانسي قنقر